السلام عليكم أصدقائي تمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد النهار نقدم لكم الوصفة الثانية وهي سندويتش ديال الدجاج السهل و سريع التحضير و لده ديالو في بساطة خليكم معي أصدقائي باش تشوفوا المقادير و طريقة التحضير bonjour et bienvenue دو ما شانيه وتروشين جسبر كووز علي بيان aujourd'hui je partage avec vous la deuxième recette facile et rapide sandwich de poulet restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation pour les ingrédients de la deuxième recette mes amis aurai besoin d'escalope de poulet vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez j'aurai besoin une cuillère à soupe de moutarde سل جرجم جرجم كورياندر مول أعطي أبداً أبداً بالنسبة للوصفة الثانية سنحتاج صدر الدجاج تستعمل الكمية التي أحبتها نحتاج ملعقة كبيرة الخردل نحتاج نصف عصير ليمونة نحتاج ملح إبزار خرقم تحميرة أو فلفل أحمر نعم تحميرة أو فلفل أحمر نعم تحميرة أو فلفل أحمر حلو والإبزار زنجبيل ونحتاج أيضاً كمون وقصبر جاف مطحون وتوم غبرة ومنساش زيت الزيتون أول شيء أصدقائي سوف نأخذ إما صدر الدجاج وحتى إذا كان موجود عندنا الشرائح حرقيقة الدجاج حتى هي نقدر نخدم بها أول شيء سوف نزع الشحم والخيط الموجود في الدجاج ومن بعد نقطعها على شكل طولي ومن بعد نقطعها على شكل تحب 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 سألوك الملنطق وبناطق على اقساط نزلي سألوك ملتق وبناطق إذا ن笄قت لا يمكنك المطارد فطر على المدربين ثم النعجيس لaaaa الا اضافة بس ثلاثة أضافة مسترقية موضوع ما أحضر المنزل مسترقية المنزل المنزل مسترقية مضوع ملع أو تفاعله أو تفاعله مع هذه الأحيان وكذلك أضافة للمشاكل وضعه في المفرقى في حقوق من 15 و 30 مرات سيديك لديك من المشكلة تجربة من 1 و 2 مرات ويجب أن تتعب في المشكلة ويجب أن تتعب في المشكلة ثاني شي أصدقائي ناخد وحد الآنية نوضع في هذه القطعة ديال الدجاج نوضع الملعقة ديال الخردل ونوضع أيضا نصف عصير ليمونة نوضع الملحة لحسب الضوء والرغبة شوية ديال لبزار ملعقة صغيرة ديال التحمير او الفلفل الاحمر الحلو وملعقة صغيرة ديال الكمون ونضيف نصف ملعقة صغيرة ديال السكنجبير او الزنجبي لنصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم او الكوركم ونصف ملعقة صغيرة ديال القصبر جاف مطحون كنحب ان نخدم به ولما كانش موجود مش مشكل وقلت اني نوضع ملعقة صغيرة ديال الكمون ونصف ملعقة صغيرة ديال التوم غبرة نخلط الكل جيدا أصدقائي يمكن أني ما نسيتش عسر ليمون نعم نخلط الكل أصدقائي نغطيه بلاستيك غذائي ونوضعه في التلاجة لمدة ما بين 15-30 دقيقة ولكن هذي بين قوسين إذا وضعناه في التلاجة أكثر من الأحسن أننا نضيفه الليمون ممكن نخرجه لأن الليمون كي يطيبه ثالث شيء أصدقائي سنأخذ مقلة وضع فيها مثل تحت الأربع ملاعق كبار ديال زيت الزيتون ونضيف عليها القطع ديال الدجاج ونقليهم حوالي 10 دقائق فقط ما نقليه كتير الدجاج لأنه سيقصح النم الأحسن أنه يكون طري ورتب إلا لاحظتم أنه سنقليه سنقلي واحد شوية ديال المرق سنقلي داك المرق لأنني سنضيف هذك سندويتش لكيتشوب و لمايونيز سندهن الخبز بهذك المرق اللي سيخرج من الدجاج سنقلي هذك سنقليه ألدي أرهب سنشح لك؟ سنقليه فقط ووتيس من الأبوال سنقليه 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 لا أعلم أنه سنجد لن تجربة هناك تجربة أكثر من الجزة من هذا الفل لنضيقها في المزيدة أمددًا وكتبت وكتبت أيضًا أو أيضًا و هي المصدر التي تحصي بحسن كما تلاحظون عمون لدينا الصغراء و سأضع المصدر لدينا المصدر كما أتلاح دور قلز هذه المعارك العديد خرجمجاج وظهر تعالد هنبيه هذه الخبز و الطرق كما أتلاح دور أصدقائي نأخذ خبز التورتية ونطويه على الشكل التالي اللي كتشوفوه ونبلع بهذاك العود حتى نحصل على جيد نكمل على هالطريقة كل الخبز ديال التورتية من بعد غديد سخنه نحصل على نقوم قبل سخنه نحصل على زمت نحصل على زمت نحصل على زمت بس خن رقحة اشتركوا في القناة الخبز ديال التورتيا كما تلاحظوا أصدقائي غدي ناخد ملعقة ديال هادك المرق اللي خرج من الدجاج ونتهن به داخل هادك جيب ديال الخبز أو ديال جيب التورتيا جيدا كما حبيتو توضعوا أي سوس أو سلسة موجودة عندهم في المنزل أو كتحبتوها نوضع شوية ديال السلسة نوضع السلطة أو الخس الداخل بعد نضيف الدجاج بعد نضيف التماتم أو التماتم دوائر تقدروا توضعوا البسلا تقدروا توضعوا أي حاجة حبيتوها هذه فكرة والسلام بعد أن أصابوا وضعوا هاتف سوف أضعوا لأسل دوني أوضع جبال ريب المعبارات لكي لا تفهم المعبارات كم تشفينيون و هذه هي وصفتي لهذا اليوم السديقاء كالعادة إلا عجبتكم الوصفة لا تنساوش تحطو لايك تشتركو في قناتي وتضغطو على الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله et voilà مزامي مع رسات pour aujourd'hui si vous avez bien aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة